إذا كان الصراع في حقيقة الأمر هو صراع جيوسياسي إذا جاز وصفه أو إذا وصف على هذا النحو من جانب الأطراف المعنية بهذه الإشكالية فإنه كان يخفي من بين أهم ما يخفيه الجوانب الاقتصادية محددات الاقتصاد كانت أساسية حتى في طريقة تموضع الحلفاء في الحلف الواحد رد الفعل الألماني لم يكن تماماً كرد الفعل الفرنسي لم يكن تماماً كرد الفعل الأمريكي لأن الأمر كان مرتبط بنوردستريم 2 خط السيل الشمالي 2 الذي من خلاله تمد روسيا عبر أوكرانيا إلى ألمانيا وإلى أوروبا بالغاز بأسعار تقول روسيا أنها زهيدة ولو وجدت ألمانيا أو أوروبا أسعاراً منافسة لذهبت إليه مباشرة الرئيس الروسي نفسه فلاديمير بوتين في حديثه قبل لحظات عندما كان يتحدث عن المحددات والمعطيات التي ساقته لي اتخاذ هذا القرار بالاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودوناتسك قال إن أوكرانيا كانت تسطو بنفس التعبير وبذات المفردة التي استخدمها كانت تسطو على الغاز الروسي الذي كان يعد واحداً من بين أهم مصادر الدخل في قطاع الطاقة في أوكرانيا عندما كانت أوكرانيا هي حلقة الوسط من الغاز الروسي من روسيا إلى أوروبا وإلى ألمانيا تحديداً قطاع الطاقة سيكون محوراً أساسياً من محاور هذه الأزمة إن اشتدت خطوة واحدة فقط أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقت بضلالها على أسعار النفط والطاقة إذ اشتعلت أسعار النفط الخام بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بمنطقتين انفصاليتين دوناتسك والوجانسك كجمهوريتين منفصلتين عن الأراضي الأوكرانية قفزت أسعار النفط مع تصاعد حدة الصراع والأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا هو ما يضاف إلى سلسلة مخاوف مرتبطة أصلاً بالإمدادات التي أبقت أسعار الخام قرب حدود 100 دولار للبرميل ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت القياسي بنحو 2% لتصل إلى 95 دولار ونصف الدولار للبرميل الواحد فيما زاد خام نايمكس الأمريكي بنسبة مماثلة تقريباً 1.19% ليصل إلى مستويات تلامس حاجز 93 دولار للبرميل ارتفاع الأسعار هذا يأتي وسط مخاوف المستثمرين على إمدادات النفط في ظل تصاعد حدة الأزمة حول أوكرانيا قضية النفط وقضية الطاقة هذه كانت من بين أهم القضايا وأهم المحاور التي أثارت مخاوف الدول الأوروبية على مدار الأشهر الأخيرة في ظل ارتفاعات قياسية واستثنائية لأسعار النفط هذه الأسعار التي وصلت حدود ارتفاعاتها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014 عندما أقدمت روسيا على خطوة ضم أو استعادة شبه جزيرة القرن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي نيتو يان ستولتنبرغ أدان اعتراف الروسي فلاديمير بوتن بالانفصاليين في أوكرانيا وفق تعبيره واصف ستولتنبرغ القرار الروسي بأنه يقوض سيادة أوكرانيا وسيادة أراضيها وفق تعبيري النيتو الأمم المتحدة بدورها كانت قد دعت إلى الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يقوض سلامة أراضي أوكرانيا وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تؤكد دعوتها إلى وقف فوري للأعمال العدائية كما أنها تناشد الأطراف التزام أقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وفق تعبير دوجاريك أوكرانيا من جانبها كانت قد طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية قال وزير الخارجية الأوكراني أنه طلب رسميا بمبادرة من الرئيس فلادمر زيلانسكي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات فورية بموجب البند السادس من تفاهم بودابيست وهو الاتفاق التاريخي العائدي إلى العام 1994 والذي وقعت عليه أيضا روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا فيما يخص ردود الفعل الأوكرانية وكالة رويترز للأنباء أفادت نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يجتمع بفريق الأمن القومي لإطلاعه على مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية الرئيس بايدن بالأمس أعلن أنه سيمكث في البيت الأبيض بعد اجتماعا مع طاقمه الأمني وعدل عن قراره الذي كان بمجيبه سيذهب إلى منزله في ولاية ديلاوير لقضاء بعض ساعات الراحة فهم من ذلك أيضا أن هناك إشارات وصلت إلى الإدارة الأمريكية بأن تصعيدا روسيا آتيا وقد حدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال أنه سيتصل بالرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلان تضامن بريطانيا معه وذلك بعد اعتراف روسيا بلوغانسك ودوناتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا أضاف رئيس الوزراء البريطاني أن القرار الروسي مؤشر آخر على أن الأمور في أوكرانيا تسير في الاتجاه الخاطئ وفق تعبيره اشتركوا في القناة